أرحب بكم أعزائي الطالب في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن مادة المسرحية أو الرواية هي نفس الشي مسرحية ورواية تقريبا يتشابها تقريبا زي يعني فخلي نبدي إن شاء الله نوضح شلون تقرأ هاي المادة قبل لا نبدي بالخطوات لازم تقرأ الأساسيات أساسيات المسرح اللي هي لازم تعرف شن المقصود بالمين كاركتر الراوند كاركتر لازم تعرف شن المقصود بالفلاد كاركتر شن المقصود بالسل الكوي شن المقصود بالبروتاغونست والانتاغونست لازم تعرف شن المقصود بالسامبولز الرموز هذه الأشياء الأساسيات كلش ضرورية وإحنا أيضا شارحينها بقناتنا على اليوتيوب تقدر بس تكتب على اليوتيوب أساسيات المسرحة ومقدمة المسرحة وعناصر المسرح الأستاذ محمد نجم النوفلي وهو فيديوهات بكثرة شارحين عنها فهذا بكل الأحوال أنت لازم تقرأها ولازم تطلع عليها يعني حتى تفهم المسرحية هسا خلي نبدي لفهم أي مسرحية أو أي رواية باللغة الإنجليزية أولا فهم القصة باللغة العربية ضروري جدا قبل لا تقرأ أي مسرحية قبل لا تقرأ أي شي تفهم القصة مالتي المسرحية أو مالتي الرواية بشكل عام شلون رح تفهمها يعني شلون عفوا شلون الأحداث صارت شلون الأمور جرت شنية النهاية شن البداية يعني بشكل عام ده لازم أول خطوة حتى تفهم المسرحية لازم تكون عندك القصة باللغة العربية ووراها تبدي بالخطوة الثانية واللي هي حفظ الشخصيات وورا ما فهمت الأحداث في البلغ العربي وصارت عندك فكرة عليها تبدي تحفظ الشخصيات ثاني خطوة كلش مهمة وهي حفظ الشخصيات لازم تحفظ الشخصيات على مهود من الصين الأحداث تعرف شن المقصود بالكلام تعرف من هو مثلا دكتور فاوست تعرف شن من المقصود بمثلا هاملت تعرف شن المقصود بمثلا سنتياغو تعرف من الأحداث فمن تفهم الشخصيات راح تقدر تربط الشخصيات ويالأحداث فراح تفهم فضروري جدا نفهم القصة باللغة العربية ثم نحفظ الشخصيات حفظ دقيق ثاني خطوة خطوة رقم ثلاثة مشاهدة الفيلم إن وجد إذا عندك الفيلم مالت هذه المسرحية ومالت هذه الرواية أو مالت هذه أي أنكان يفضل أن تشوف الفيلم مالتها وأكم لاحظ هنا مهمة إنه بعض الطبعات تختلف مرة تغيرون بالأحداث فإنت شوف لك أقرب في شيء أقرب نقطة عليها وعندك مواقع هواية تنشر على هذه الأشياء يعني تنشر مشاهدات أو فيلام وتنشر الأفلام مالت المسرحيات أو مالت الروايات وتقدر تطلع عليهن وتقدر تفهم الأحداث من خلال الفيلم إذن ورما قرأنا القصة باللغة العربية فهمناها وراها حفظنا الشخصيات يلا نشوف الفيلم أكنا أستخطأ مباشرة يجي يشوف الفيلم لا خطأ تشوف الفيلم وإنت ما تعرف من هي الشخصيات يعني راح تاخذ وقت طويل يلا تفهم المسرحية فيفضل تحفظ شخصيات قبل لا تشوف الفيلم ملاحظة لقم أربعة هسنا راح نبدي تطلع على كل مشهد خلع على سبيل المثال خلع نقول أنت امتحانك بعد خمسة أيام ستة أيام هاي المدة أبدي أخذ مشهد مشهد الفصل الأول المشهد الأول أفهم هذا المشهد أطلع عليه بشكل عام أقرأ مرة مرتين أقرأ النص أقرأ الملخص عنه أقرأ النص الأصلي أو أقرأ السمري عنه وإحنا عدنا ملازم لكل المراحل ولكل المسرحيات تقدر طبعا قناتنا على تليجرام بيها مدفوعة الثمن وبيها مجانا ناشرينها فأي ملزمة أنت تريدها أكيد موجودة وأكيد أنت جامعتك موجود عندها ملازم تطلع على السمري مالة الرواية أو مالة المسرحية لكل فصل أو لكل مشهد تطلع عليه تقرأ قرأة جيدة وورا ما تقرأ نقطة نقطة ويعني تقرأ الأحداث باللغة الإنجليزية حتى تصير عندك فكرة النوب مرة أخرى النوب النقطة الخامسة تركيز على أشياء بكل فصل يعني شلون أكو أشياء مهمة بكل فصل أو كل مشهد مثلا تاريخ معين مكان اسم مكان اسم أشخاص حدث معين يعني التقاء شخص بشخص تاريخ معين الانتقال مثلا المكان إلى مكان عن طريق كذا عربة يعني أكو أسماء أكو أشياء تاريخ رقوم عدد موقف فأشياء مهمة بكل فصل هاي جر خطوط جواهة تركيز عليها هذا أشياء مهمة تحتاجها يعني احتمال تجيك فراغات صعوخاط اختيارات إذن ولا ما ركزنا عليها هسا نبدي نركز على الاقتباسات المهمة أكو بكل فصل أكو الأستاذ ينطيك الاقتباسات أو يسمونهن الكوتيشنز اللي هي الاقتباسات المهمة بكل فصل الأستاذ ينطيك به يعني أكو أسات إذا ينطون الاقتباسات وأكو أسات إذا الأمين اقتباسات أنت تروح تطلعها للأشياء المهمة أو أنت تقرأ الأحداث باللغة الإنجليزية واللغة العربية وتقرأ النص الأصلي مات المسرحية وراح تفهم أكيد من تجيك يعني راح تقدر تجاوب عنها بس أكو خطأ آخر عندي الطلاب أنه يجي يقرأ الاقتباسات قبل لا يقرأ الأحداث وهذا الشي خطأ أنت إذا ما تفهم القصة وتفهم الأحداث ما راح تفهم الاقتباسات فتخلي الاقتباسات دائما في نهاية النقطة ودائما أكو أشياء أكو مواقف مهمة حاول تحفظها مثلا الشخص بتقى بشخص وصار كذا موقف مهم هذا يفضل أنه تحفظ السمنة بلغة العربية إنجليزية حفظ زين وتفهمها فهم جيد التركيز على الاقتباسات المهمة قلنا عليها مهمة الإطلاع على الأسئلة لنفس الأستاذ كل أستاذ أكيد مدرس هاي المادة قبل سنة سنتين فحاول تدبر أسئلة مالة هذا الأستاذ وتطلع عليها شلون جابي لكم شون جايب الأسئلة أنت تقرأ على نمط الأستاذ أكو أساتي إذا يترك فصل فصلين فأنت من تركز على نفس أستاذك اللي بالجامعة وتدبر عليه أسئلة وتسأل على هذا الأستاذ تسأل زملائك تقول لهم شلون جيب أسئلة هم راح يجاوبونك يقول لك يجيب كذا ويركز على كذا أشياء ويركز على كذا أشياء فأنت راح تستفاد من الطلاب اللي عبروك بسنة زين فهذا الموضوع حم مهم جدا وهو هاي طلاب يقرأ المادة يضبطها بس ما يعرف على نمط الأسئلة واحتمال يرسب بسبب ما يعرف نمط الأسئلة فهذا شيء يخليك وياه نقطة أخرى كلش مهمة وهي التركيز أثناء القراءة يعني مو بس جي تحفظ 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 مادة المسرحية هاي المادة تقريبا بيها نسبة من الفهم مو بس حفظ تما الجيب تيجي وتعالي حفظ 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 هي مو جغرافية ولا تاريخ هاي المادة لا تحتاج شوية تطلع على كيفك نقطة نقطة وراح ضبط المادة وما راح تعاني من عدها فحاول تركز نقاط مهمة قلت لك عليها اليوم جرخط جوه التواريخ جرخط جوه اسماء المدين جرخط يعني شلون القطعة الخارجية وكأنه قطعة خارجية جرخط جوه هذه الأشياء هذه الأشياء مهمة نحتاجها يعني نحتاجها زين عيني في يعني تجيك مرات فراغ صحة وخطأ اختيارات هذا كل ما موجود بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم إذا أعجبكم هذا الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة وتعلقون وتنشرون هذه الرابط إلى زملائكم حتى نقدم بعد أكثر وأكثر وأي مادة تردون طريقة دراستها يفضل أن تكتبونها بالتعليقات إن شاء الله أكثر مادة عليها طلب رح نسوي عليها فيديو آخر تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته